أخيراً رست ناقلة ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لبدة عشرة أسابيع في دبي يوم السبت بعد مواجهة أججت التوتر في ممر عالمي حيوي لشحن النفط وخرجت الناقلة ستنا إمبيرو من المياه الإيرانية يوم الجمعة بعدما احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم التاسع عشر من يوليو تموز بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبلة منطقة جبل طارق وأفرج عن السفينة الإيرانية في أغسطس أب وقال مصور من رويترز إن الناقلة رست في ميناء راشد في دبي وذكرت شركة ستنا بولك المالكة للناقلة أن طاقم ستنا إمبيرو سيغضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم وجرى الإفراج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصاً هذا الشهر وقال متحدث باسم ستنا بولك قبل رسو السفينة إن أفراد الطاقم الذين لا يزالون على متن السفينة من الهند وروسيا والفلبين احتجاز السفينة الذي قالت السلطات الإيرانية إنه كان بسبب انتهاكات بحرية جاء بعد هجمات على سفن انتجارية أخرى في مياه الخليج في مايو أيار ويونيو حزيران واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن طهران تنفيه اشتركوا في القناة